من الأسواق الخليجية والعربية إلى أسواق النفط كيف تبدو الصورة؟ طبعاً حالة عدم اليقين حول مستقبل سياسة صفر كوفيد في أسطين كنا قد تبعنا في الأسبوع الماضي كان هناك حديث عن إمكانية التخارج من هذه السياسة أو على الأقل اتخاذ بعض الإجراءات التي من الممكن أن تخفف من هذه القيود كانت أسواق النفط قد تفعلت إجابة مع هذه الأخبار ولكن عادت الاحتجاجات تسعت رقعتها في الصين وهذا عزز من المخاوف مرة جديدة من حالة الضبابية في الاقتصاد الصيني خصوصاً إذا ما استمرت هذه الضغوط والاحتجاجات والإغلاقات هذا كان قد ضغط على أسواق النفط رأينا التراجعات عادت الأسواق وسعرت إمكانية أن يكون هناك خفضاً للإنتاج من قبل أوبيك بلس بعد أن أشارت عدة تقارير إلى هذه الاحتمالات هذا كان قد أعاد أسواق النفط إلى الارتفاع وهو ما يبدو واضحاً هنا على هذه الحركة في شهر نوفمبر لاحظوا العقود الأجلة لفوترس لبرانتوالي الخام الأمريكي الخفيف WTI باللون الأزرق كلاهما كان قد سجلوا بعض التراجعات على خلفية المخاوف من ضعف الطلب الصيني ولكن استفادت الأسواق النفط بعد الأخبار عن إمكانية واحتمالية أن يكون هناك تخفيضاً للإنتاج من قبل أوبيك بلس على كل حال الأسواق تنتظر هذا الاجتماع الاجتماع الذي سيعقد افتراضياً يوم الأحد المقبل والذي ستعرف الأسواق أكثر عن السياسة سياسة الإنتاج للمرحلة المقبلة ننتقل إلى السعار النفط كيف تبدو الصورة اليوم هذا هو برينت لا يزال يجضيف 1 فيئة المئة إلى مستويات قريبة من 88 دولاراً للبرميل ولا يزال يسجل مكاسب قريبة من 18 فيئة المئة منذ بداية العام بعد أن كان قد تراجع بشكل واضح في بداية شهر نوفمبر الخام الأمريكي الخفيف أيضاً على مكاسب ننتقل إلى WTI الذي تخطى حاجز 81 دولاراً ولا يزال يضيف قرابة 1.5 دقطة مئوية